تعرفين أنا أمي من ضميات بس أنا معرفش ومسمعتش من أمي التعبير بتاع منجأونا ده أمي دايماً كانت تقول الفطيرة الضفيرة بس كده بس طبعاً وإحنا صغيرين وأنا مش فنان طبعاً بقى فأنا إيه ما أقول لكوش يانها ربيات أولاً أنا كنت طفل بادين جداً كالابيزو قدت كده هو رئيب جداً جداً دي حاجة الحاجة التانية بها إيه كنا نعد وماما تجيب لنا الألوان وتجيب لنا البيض المسلوق طبعاً بقشره وتخلينا أنا ومريم أختي نوع بقى إيه نلون وبقى إحنا بقى إيه قال يعني إحنا شطر قوي فعاوزين نقعد نرسم على البيض الملاف كنا بمبوزه الحقيقة والحقيقة ما كانتش بتعترض على أي شيء ونلغوص الدنيا ونبوز الدنيا وحاجات زي كده النهار ده حتى كانت بتقول لي إنه زمان تقريب كان لطيف قوي زمان أنا بقى مش فاكر ده قلت لي كان كنت أنا نفسي صغير عندي بصلا حوالي سنتين هادي كنت لما جي أجيب لكم الألوان والبيض المسلوق ونقعد نعمل الفطيرة الضفيرة هادي وحاجات زي كده كان لازم لازم تلاقي فيه حاجة اسمها حفلة شم النسيم وكان يبقى بيغني فيها عبدالحليم حافظ فكنا نفتح التلفزيون نتفرج على حفلة عبدالحليم حافظ طبعاً أنا مش متذكر بقى الحفلة أنا كل اللي متذكره إن أنا قاعد عمال بلون البيض وحاجات زي كده أنا بقولك الكلام ده ليه؟ أنا بقولك الكلام ده لأن أنا أفتكر إنه دي من ضمن الحاجات اللي بجد زي ما كنت بقول لزميلاتي العزيزات لازم نحافظ على ده حافظوا على كل العادات والتقاليد الحلوة اللي إحنا كبرنا عليها من أبهاتنا وأجددنا وأمهتنا وجددنا وهلوم مجرة دي تفاصيل حلوة تشيع جو من البهجة والسعادة في البيوت علموا ولادكو كده عشان هما في يوم من الأيام هما كمان يعلموها لأولاده خدت بالك لما دي نقيت لك هي أصلا الفطيرة دي اتعلمناها من أصل يوناني قديم السواحل بتاعة البحر المتوسط طبعا المصرية كلنا عارفين إنها عندها تأثر شديد جدا بثقافة البحر المتوسط بشكل عام والتأثير الإيطالي واليوناني على سواحلنا وعلى مدولنا الساحلية يعني هتلاقي التأثير على بورسعيد التأثير على ضميات التأثير على اسكندرية مزهل وبالذات طبعا اسكندرية لأنه كان فيها جالية كبيرة جدا إيطالية ويونانية دي بقى أنا حضرتها يعني لحد مثلا ما كان عندي 15 16 17 سنة كمان كنت عادي جدا تشوف أهالينا اليونانيين المصريين أو المصريين من أصل يوناني والمصريين من أصل طالياني تشوفهم في اسكندرية عادي وانت راكب الترامو وانت بتتمشى وانت داخل محل البقلة ده كان عادي جدا وكانوا كتير الآن اللي بقين قليلين قوي الأجيال الصغيرة كلها إما رجعت على الأرض الأم أو هجروا حتى على أمريكا وكندا وفضل بعض من كبار السن ودي برضو بتبقى من المتعة اللطيفة إنك لما تروح اسكندرية وتصادف حد منهم في محل في مكان قعد وبعض المقاهي السكندرية العريقة يعني قعد ويسمع منهم الحكاوي وتفرج معهم على الصور اللي هم دايما محتفظين بيها مصر حلوة بزيادة أحلى كتير من تصورتنا بس احنا نحافظ عليها شويتين